اشتركوا في القناة البنك المركزي البنك الزراع المصري اخيرا خلال اليومين اللي فاتوا ممكن انبارح او النهاردة التقى بلجنة الزراعة والريف البرلمان برئاسة النائب هشام الحصري وعرضوا مجموعة من الملفات لكنهم اطلقوا عيارا ايجابيا من النوع الثقيل المبهج طبعا كان قبل ثلاثة ايام خبر اسقاط حوالي اربع مليار جنيه عن خمسة واربعين الف مدين اللي هم المدينين حتى تاريخ 30 نوفمبر وتعرضنا لهذا الخبر ونشر لكن ما نعول عليه اليوم هو ان البنك النهاردة عرض بالفعل واطلق خبر اعادة هيكلة قروض الثروة الحيوانية عالية الفائدة لكن مين للملتزمين بالسداد وبشرط انهم يكونوا يسددوا خمستاشر في المية من القرد والخمسة وتمانين في المية البقين هيعيدوا جدولتهم على سبعة اعوام ده بالنسبة للصروة الحيوانية طيب مش كده بس ده هو كمان قال ان الملتزمين على اساس ان هو يساعدهم على موصلة الانتاج ودي ضمن تعليمات رئاسية ايضا وضمن تمنيات وزارة الزراع التي تعمل جاهدة في ظل الوزير الحالي معالي السيد القصير على تنمية السروة الحيوانية وسد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء في مصر سيعيد اقراض الجدينة في مجال الانتاج الحيواني بقروض بفائدة اقل تتراوح بين خمسة الى تمانية في المية وسيطيل اجل السداد ايضا الى اكتر من سبع سنوات الاخبار كتيرة تخص البنك الزراعي المصري منها طبعا امبارح واول امبارح كان البنك الزراعي ملازم لجولة السيد رئيس الجمهورية في الصعيد ضمن برنامج حياة كريمة على اساس ان هو يقدم او يبهج اهالي الصعيد بالبرامج الموجودة عنده وعنده كثير من الخدمات المصرفية اللي طرحها على اهالي الصعيد كي يقول لهم البنك الزراعي الى جوارك وان مصر دائما تشجع الايادي المنتجة اهالي الصعيد اهالي 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 اهالي